اشتركوا في القناة لا لا سميرا و ازمينا كدلك مختلفة من حالتي الفنية بحيت اغش الحرق بكون مفاجأة ولكن بداية الطفولة مضاية 2014 طبعا لشكل الأغاني لأن الرحلة كان طويلة وطريح كان طويل و ولغاني كتيرة ورحتي كانت طويلة بالساف من ما عندي سقر من ساعة سنة لحد الان أنا أقول لكم شهادة عضيئة كيف أنتم عادمين بيوك تفيدون بيوك وأنا بيوك إن شاء الله سيكون إلا هو المراحل المهمة في حيث الفنوية في حيث الفنوية أولاك أشكرت بزيف على العبارة دي أنا لم أكن أثبرش نفسي بإنني أستاذة أنا عندي رحلة ديالي عندي بحياتي الفنوية كانت باختلافاتها يمكن من خلال الأغنية اللطفة بحياتي الفنوية كانت فيها بعض الأشياء مختلفة جديدة وكنا تعتبر بإني الأستاذة ديالي فهذا تشريفية بالعكس من هذا الشيء يسعد لي بزيف وأما بالنسبة لدي فرقة فاتفية فإن أنا جميلة وعندها وعندها رصيد كبير في النفوس المغاربة وكانت منها لها دائما كتوفي لها من أجل حلائية كبيرة وما كتاخدش المكانة الأخصى تاخدها سواء كانت في الفن أو في أشياء أخرى أكيد كنا وقص في شيء ما يعني إما في الطموح أو كون أو الحياة الاجتماعية مثل كلها ومتدخلها ومتشكها مبارئة فقط المغاربة كانت مغاربة وأشياء أخرى ففضوع الاستحقاف هذا كان ضمن بأن بسرعة الناس كبولت موجودين الآن في الساحة ولكن عبر تاريخها شغل الشغل عبر تاريخ رفضة في المواهل بل كانت تكون أقل من المواهل الأخرى أخذت عبر تاريخها أخذت أهمية كبيرة وأول حقس كذلك فهذه هي الأقلات حيات وفي بعض أحيان كون إيمة حق أو بعض مواقص كبيرة كيف تفعلها أو الطموح أو مشكهاد أو مش دائما تكون موهبة أو لوحة تكون تافية ترجمة نانسي قنقر